13 سيارة من مارك تويوتا هيولوكس قدمها البنك العالمي عبر المشروع الإقليمي لدعم الرعي في الساحل برابس لوزارة الثروة الحيوانية والانتاج الحيواني من أجل دعم جهود الوزارة بالولايات التي يعمل فيها المشروع وهي 13 ولاية من ولايات البلاد منسق المشروع يعقوب إبراهيم جمعة أوضح بأن هذا الدعم يترجم أهمية وقف الشركاء بجانب الحكومة في تنفيذ مشاريعها التنموية مؤكدا أن المشروع في مرحلته الحالية سيرافق الوزارة من أجل تحسين الانتاج الحيواني بالولايات الثلاثة عشر وفق أهدافها المرسومة وزير الثروة الحيوانية والانتاج الحيواني وبعيد أن تسلم مفاتيح السيارات أشار إلى الدور الذي تلعبه لمساعدة موظفي الوزارة وتسهيل حركة التنقل من منطقة إلى أخرى إلى جانب هذه السيارات قدم المشروع الإقليمي لدعم الراعي في ساحل برابس عشر منح دراسية لموظفي الوزارة من أجل مواصلة دراستهم حتى مرحلة الدكتوراه في المدرسة المشتركة بين الدول العلم البيطرية والطب بداكار بدولة سنينجال إن هذا الدعم السيخي يؤكد أن البلاد تتمتع بعلاقات متينة ومتميزة مع شركائها للنهوض بمختلف المجالات